من اللايحة صحيح أقول من؟ الجمهور يعني فيه بند في اللايحة يتعلق بفكرة تكوين روابط طبقا للقانون بص يا شريف هل هتفعله ده؟ أنا عارف حقا كمان مطلع يعني الكابت الخطيب ميكلف حدك بملف سواء إدارة المباريات والتنظيم وعودة الجماهير وده ملف شائك لو بنتكلم عنه وتديني ملامح كده يعني صحيح الجمهور مش هتصوت على اللايحة لكن لازم يكون حضر معنا ده أهم عنصر في عائلة الأهلي بص يا شريف الجمهور إحنا في 2010 كنا روحنا عملنا زيارة في بايرن ميونيخ وكنا يمكن عملنا بروتوكول تعاون لكن الأسف جات كانت الخطيب لا كان كابتن حسن وكابتن خطيب وأنا وروحنا وقعدنا معهم يمكن يومين وشفنا النازي بتعمل إيه شفنا أن عندهم روابط الروابط من جوة النادي من جوة بايرن ميونيخ وكان اللي ماسك الرابطة كان أحد مش فاكر اسمه بالضبط بس كان أحد النجوم بتاعه وكان حتى حارس مرمى بايرن ميونيخ زمان كان كل عشرين بيعملوا رابط إحنا بنقولي إحنا عايزين نعمل 150 يبقى رابطة من أعضاء النادي الأهلي ودي تبقى النواية اللي هي عايزة أقول اللي هي بتوجه الجمهور إحنا يا شريف النادي الأهلي معروف وإحنا كمجلس إدارة عارفين قيمة الجمهور النادي الأهلي عارف يعني إيه جمهوره زي ما بنقول جمهوره دا حماه جمهوره هو الدرع والسيف إحنا فيه أشد الاحتياج لجمهور النادي الأهلي إحنا أكتر ناس كنا عايزين للنادي الأهلي يلعب في أستاذ القاهرة ويمكن أول مباراة في أفريقيا لعبنا الخير القاهرة منانا وللأسف حصل بعض شغب من بعض الجماهير قدتنا نرجع تاني للمربع صفر لكن إحنا برضو من خلال اتصالاتنا من أكبر واحد لأصغر واحد في المجلس عشان نرجع الأهلي وجمهور الأهلي يعني عارفين قد إيه المعاناة وحجم المعاناة اللي كان النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي بيعانيها ما بيروح برج العرب إحنا أنا كنت بشوف بنفسي يعني الحقيقة كانت معاناة فضيعة لكن النهارده جاهت الأمنية ويشكروا في ذلك وفقوا أن النهارده ماتشك جاي الماتشاد بتاعتنا تلعب فيه أستاذ السلام مش عايز أقول الأستاذ السلام هنلعب بعشر تلاف لكن دي بداية أنا كل اللي أتمنى إن يبقى البداية بتاعتنا تبقى بداية صح عايزين يشجع الفرقة الفرقة بتاعتنا أكتر وقت محتاجة جمهورها هو اللي من دون فلازم الجمهور يبقى على قدر المسئولية ولابد أنه يشجع فرقته بس ويمكن أنا لو كلمتك كده علي أنا شخصيا أنا من أسعد أوقات أوقاتي أما ساعات بتواصل مع الجمهور من خلال الفيسبوك يعني عندي الفيسبوك عندي ساعات كده بقول إيه أنا حدي ساعة قاعدة تواصل مع الناس مش قادر أقول لك دي بتبقى سعادة دي يمكن أنا أنتم مش ممنوعين كاعدة مجلس الدراء من الاستخدام وسيتتواصل لا أحنا بنتواصل في حدود يعني أحيانا رئيس مجلس الدراء ببقى منزعك من القصة دي لا بقى يعني أنت أنت بس عايز تحاول بص أنا أنا في معقولة من أحد الموسيقيين العالمين عنده جمهور كبيرة فكان ما يروح ويعمل أو حاجة كان يقول يعني بيقول الجمهور بالإنجليزي كده يقول له إيه بمعنى أنت ممكن تبقى شايفني ممكن تبقى سمعني بس أنا حاسس بيك صدقني من أول رئيس مجلس الإدارة لأصغر واحد سواء صراج مهند جرحي حسين بالجمهور بتاعنا وعارفين إمت الجمهور بتاعنا وما نقدرش نتأخر على الجمهور بتاعنا طيب يعني الشيء بالشيء يذكر حالك قلت أنه الاتصالات لم تتوقف أنا أول من أمس يعني الحقيقة كنت شاهد ورغم أن الكابتن محمود خطيب رجعت ألم الظهر تاني يعني تهاجمه بسبب عدم رحته وعدم التزامه بالبرنامج لكن الحقيقة نعمل خليط أزمة ومتواصل مع حضرتك ومع المدير التنفيذي وتقريبا تواصل مع كل القيادات والأجهزة الأمنية ونجحت الجهود في يعني أنه وزارة الداخلية توافق زي ما حدك تفضلت على أن المباراة تتلع في أستاذ السلام صحيح بعد الجمهور أقل إن شاء الله يزيد ويكون في دعوات وجمهورنا يشرفنا إنما ده بيؤكد أنه مجلس إدارة النادي الأهلي بينظر دايما إلى المصلحة العامة ومصلحة الفريق ومصلحة الجمهور بسؤال مهم زي ما حدك تفضلت بشوانس خالد الجمهور بقى يكون على مستوى المسؤولية بزرق لأنه أحيانا في ناس بتندس ما هي دي المشكلة لإيذاء النادي الأهلي بس أنا أقول لك حاجة برد خلينا نتكلم إحنا الحمد لله النادي الأهلي ممكن أنا أبشرف إن أنا برقص لجنة معايا أسادزة معايا زملائي طرق أنديل ومعايا مهند ومعايا محمد دكتور محمد صراج الدين ومعايا محمد مرجان طبعا مدير التنفيذي عملنا سيستم محترم جدا ماشي في العالم كله إنك أنت النهاردة بتفتح تسجيل أونلاين بتبقى عارف كل شخص دخل الماتش حتى الضيف يعني النادي الضيف أنت بتدي بسيريال معين سيريال نمبر وبيبقى أونلاين حتى الدعوات أونلاين ما فيش واحد ما بيخشش الأستاذ إلا ما بتبقى عارف ده مين إن داخل الأستاذ في كاميرات بورتوبل أو يعني بتتحرك بتبقى محطوطة في الأماكن عشان إنكس لا قدر الله لا قدر الله يحصل شغل بنقدر نجيب منيب لأن احنا مش في حمل النهاردة يعني يا شريف أنا يعني من خلال وجودي كنت في لجنة في الاتحاد الدولي المدة يمكن ثمان سنين ويمكن يعني عشرت أو حضرت أو كنت من ضمن المنظمين خمس كقوس عالم تحت عشرين سنة أي بطولة بتقاس نجاحها مش باللعب الحلو بعدد الجماهير صح بالناس اللي بتشاهد الماتش لأن النهاردة الرياضة أو كرة القادمة بقت صناعة فعشان كده اللي أنا عايز أقوله الجمهور ده أساس والجمهور على دماغنا كلنا والفرقة أكتر وقت محتاجة هذا الجمهور فأرجو أن الجمهور يبقى على قدر الوسائلية عشان ما يحرمش فرقته منه لأن الناس فرقتنا والنادي الأهلي محتاج جمهورنا اليومين دولي سيعبر عن عظمته ومجدد إن شاء الله عايز أرجع للليحة